حركة جملة دي. الضغط اللي عليها كابتن ايمن. سموحة مش نادي جماهي دي. الزبط. ونادي مادية الحقيقة فرج عامر مفيش كلام نقدر يعمل مؤسسة كبيرة. مؤسسة محترمة واسم كبير. وعمل نادي صرح. الضغط من مين? الضغط النتائج احنا وممكن نقول ضغط النتائج اللي حصلت. لكن برضو مش عايزين ان احنا نقول الضغط هو السبب او العامل الرئيسي في في النتائج بتاعت فريق سموحة. فريق سموحة كان ماشي بشكل جيد. لما وصلنا ان هو بينافس على الدوري. وبعد كده وصل لمرحلة ان هو في البطولة الافريقية. لعيبة آآ ماشاء الله وصلت آآ لشأن كبير جدا. لعيبة آآ فيه تجانس فيه نسجام بينهم وبين بعض. وبعد كده فيه فترة اصابات كبيرة جدا. فالشيء طبيعي انك لازم الكيرفي ينزل شوية. بس لازم الكيرفي ينزل ما يبقاش يبقى الكيرفي نازل بتاع اللاعيبة. واجي كمان يبقى فيه تغيير مدربين. فده اللي يقلب الدنيا. يعني مثلا انا يعني علي ماهر وطريق يحيا وعدل عبر احمن وبعد كده حسام. فاربع مدربين يعني معنى كده كل مدرب ياخد تلت شهور. تلت شهور ما عليش برضو انت لما تيجي تنظم فرقة او تحط آآ تخيل فرقة في دماغك. وتيجي الفرقة تاخد الفكر اللي في دماغك. ده عيزانها من ست شهور آآ لسانة مسلا لما تاخد الشغل بتاعك. انت لما مسلا تحط تاكتيك معين او تفعل. سانة عشان يحصل يا كابتن. ايه? سانة عشان يحصل ايه? سانة يبقى الانسجام بتاعك ان انت عايز توصل به من مرحلة كويسة في الدوري. زي ما هم كانوا موجودين. دي مدينة يا كابتن اللي بقىت سانة دلوقتي. مدينة عظيم ونعملوش هده التأدير. لا ما هي ما هي اللي احنا بنتكلم فيها سيفي. يعني احنا بنقول ايه? استقرار المدرب من استقرار النتائج الفرقة. انا مسلا ما جيش انا تلت شهور. تماما تلت شهور دول. واصعب حاجة للمدرب. ويمكن برضو بعض ه فيها. لأ تلت شهور انا. معلش. اصحب حاجة للمدرب. انه هو بيحس انه بياخد بالاقلام معلشه لو مسكت في نص الموسم. او مسكت في مرحلة اللي هي خلاص بقى ايه? اه فرقة بتستند بيجي. يعني انت عايز تغير مسك عصاها سحرية وعايز تغير. طب انت هتغير ازاي? طب انا برضو ممكن اكون اللعبة مش بتاعت اللي انا جيبها. مش هعمل فطة اعدادي. اللعبة عايزة احفظهم على حاجة. الوقت مش مساعدني. عادي اللي اقول لك انا شهر واحد. طب شهر اعمل في ايه? احسن توقيتك اشان روح لالي والزمالك سريعا. احكم بيه على مدرب. اسيبه قد ايه? هو وبيني وبينك لازم تسيبه على الآل تلات اربع شهور. نص نص موسم يعني. اه بالزبط كده. يعني نص موسم او ست شهور انت بتديت تاخد بعد ست شهور. احنا مثال مسلا مدرب ودي دجلة. ما كاننا بنقول انه هو الراجل وبيحضر كتير من تحته مش عارف. صح. فسابوله المساحة دلوقت ودي دجلة فيه. ماشاء الله. ما ده ده عشان احنا صبرنا ولا هو عشان اجنبي. صح. لا ده احنا عصان الادارة النادي ادارة متفاهمة ادارة وعية. صح. لا ده الشغل ده ممكن بعد كده هيجني السمار بتاعه. صح. فبالتالي جانا السمار بتاع دلوقتي. رأيك اتناقلنا الى تانية خلص. رأيك.